اكدت النجاحات المتتالية مستوى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشرعية في العديد من المحطات الوطنية المهمة السلطتان في مملكة البحرين أبرزتا الجهود المستمرة لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التعاون والتكامل هما سمة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث يعتبر التعاون والتكامل نهجا ثابتا في مسيرة العمل الوطني الزاخر وقاعدة راسخة لتفعيل توجيهات وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة آهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وترجمة الرؤى الثامية لجلالته أيده الله عبر تشريعات متطورة وقوانين وطنية حديثة تشكل دعامة أساسية للبرامج والاستراتيجيات الحكومية الرامية للبناء على ما تحقق من نهضة شاملة في مملكة البحرين وتعزيز أسس وأركان دولة المؤسسات والقانون التي أكد عليها مثاق العمل الوطني ورسخها المشروع الإصلاحي لجلالته حفظه الله يعتبر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بصفتها الحكومة الموقرة تلبية للإرادة الملكية السامية ورأى صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والذي أتى به في الخطاب السامي في النقاد الأول الدور الأول للفصل التشريعي السادس والذي أكد على تطوير سبل الحوار والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتصب في مصلحة ورأى المواطن البحريني تحرص طبعا السلطتين التنفيذية والتشريعية على تعميق مسارات التعاون المشتركة ما بينهم دائما خلال الفصول التشريعية السابقة رأينا تعاون السلطة التنفيذية من خيث حضور الاجتماعات اللجان لإبداء الرأي والتعرف على مرئيات السلطة التنفيذية بما يساعد في دعم المنظومة القانونية وتطويرها وسن التشريعات المناسبة للظروف القائمة ولمواصلة ما تطلع به السلطتان من مسؤوليات مشتركة وبرامج طموحة من شأنها رفعات الوطن وتطويره يبقى حبل الوصل متين لا ينقطع والعمل بروح الفريق الواحد بفضل الاهتمام والمتابعة المباشرة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتعزيز مسارات التشاور وإيجاد المزيد من أطور التعاون والتنسيق لحصد منجزات ونجاحات في شتى المجالات التنموية بالمملكة نشيد بالتعاون المثمر والبناء والمستمر بين السلطة التشريعية والتنفيذية والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله الرعا الذي يحرص على مجلس التعاون بين السلطتين من أجل تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة في مملكتنا الحبيبة حيث تحرص السلطة التفاية دائما على تعاون المستمر والبناء في تقديم مرئياتها وعقد اللغاءات المباشرة ومنغشة التشريعات التي تحال إلى مجلس الشورى والنواب جامع الشواهد تؤكد أن ما تسجله مملكة البحرين من تقدم مضطرد في خطة تنمية الاقتصادية وما تحققه من مؤشرات إيجابية ما هي إلا مخرجات وثمار الجهود الوطنية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تنفيذ البرامج والخطط المعززة للاقتصاد الوطني واليوم ونحن على أعتاب افتتاح أعمال دور تشريعي جديد ينتظر السلطتان التنفيذية والتشريعية العديد من المشاريع والقوانين لمناقشتها والوصول إلى تفاهمات مشتركة تشكل ركيزة أساسية لتحقيق تطلعات الوطني والمواطنين ترجمة نانسي قنقر